السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل في هذا العرض الجزء الثاني من الفصل الخامس بعنوان إدارة الودائع المصرفية كنا قد تحدثنا في الجزء الأول عن طبيعة ومفهوم الودائع المصرفية أهمية الودائع المصرفية أو بالنسبة للمصارف أشكال الودائع في هذا العرض في عرض الجزء الثاني سنتحدث عن الاستراتيجيات الأساسية في جذب الودائع في عنا استراتيجيتين الخدمات المصرفية التي يمكن أن يعتمد عليها المصارف لجذب الودائع وخلق أو توليد الودائع في المصارف التجاري نبدأ بالاستراتيجيات الأساسية لجذب الودائع هناك استراتيجيتين الأولى استراتيجية المنافسة السعرية الثانية استراتيجية المنافسة غير السعرية أولا استراتيجية المنافسة السعرية تتمثل هذه الاستراتيجية بدفع معدلات فائدة أعلى للمودعين وعلى الرغم من أهمية هذه الاستراتيجية ليس في النشاط المصرفي فحسب وإنما في معظم مجالات النشاط الاقتصادي إلا أن بعض التشريعات المصرفية لا تسمح بدفع الفوائد على الوداع الجارية الأمر الذي يقلل من دور هذه الاستراتيجية في جذب الوداع ومن أهم أسباب عدم دفع الفوائد على الوداع الجارية ما يأتي هذه الاستراتيجية تقوم على دفع معدلات فائدة عالية للمودعين لكن طبعا دفع معدلات عالية معناته هذا بديشجع الناس أنها تروح تحط ودائع إلها لكن التشريعات المصرفية لا تسمح بدفع الفوائد على الوداع الجارية اللي هي ودائع تحت الطلب في عنا ثلاث أنواع ودائع جارية اللي هي تحت الطلب وفي ودائع توفير وفي ودائع لأجل التشريعات المصرفية تقول أنه لا يتم دفع فوائد على الوداع الجارية لأن البنت فعلها ودائع وهي ودائع التوفير ودائع لأجل إذن عدم دفع الفوائد على الوداع الجارية يقلل من دور هذه الاستراتيجية استراتيجية المنافسة السعرية لأن استراتيجية المنافسة السعرية قائمة على دفع معدلات عالية في الفوائد طيب لماذا لا يتم دفع فوائد على الوداع الجارية؟ ما هي الأسباب؟ نشوف واحد الحد من ارتفاع تكلفة الأموال تتحمل المصارف التجارية مصاريف متعددة نتيجة لإدارتها للحساب الجاري منها تكاليف تحصيل المستحقات وتكاليف سداد المطلوبات لذا عند السماح بدفع الفوائد على الوداع الجارية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إدارتها الأمر الذي يضطر معه إلى البحث عن فرصة استثمارية تولد عنها معدلات عالية للعائد والتي غالبا ما تكون ذات مخاضر عالية قد تهدد في النهاية مستقبل المصرف وعليه فإن عدم دفع الفوائد على الوداع الجارية يقلل من تكلفة الأموال الآن لم نذهب يدفع البنوك على الوداع الجارية بدون يدفع فوائد طب أصلا الوداع الجارية البنك لما بروح بدير هذه الوداع الجارية بروح بدفع مصاريف إلها علاقة بإدارة الحساب الجاري وإلها علاقة بتكاليف تحصيل المستحقات وإلها علاقة بسداد المطلوبات هذه كلها تكاليف طيب لو بديروح يدفع كمان فوائد على الحساب الجاري معناته إدارة هذا الحساب الجاري بترتفع لأنه بده يسيب بده ياخد فوائد بالإضافة لتكاليف تحصيل المستحقات بالإضافة لمصاريف متعددة لخاصة بإدارة هذا الحساب بالإضافة إلى تكاليف سداد المطلوبات معناته إيش؟ بده يرتفع تكاليفه طيب البنك في هذه الحالة إيش بده يروح يسوي؟ بده البنك في هذه الحالة عشان يعوض هذه التكاليف العالية بده يروح يدور على استثمار لهذه الودائع يحصل من خلالها على مرابح عالية طيب مين هي الاستثمارات التي يتم التحصيل من خلالها على مرابح عالية؟ هي الاستثمارات ذات المخاطر العالية لأنه كل ما ارتفع الخطر أو كل ما زادت نسبة الخطر كل ما زاد إيه؟ كل ما زادت فرص الربح أو كل ما زاد بش فرص الربح مبلغ الربح وهذا الكلام بعرض هذه الودائع على الخطر عشان هيك هم لا بقول لك إحنا ما بدنا يتم دفع فوائد على هذه الودائع الجارية عشان ما نزيدش تكاليفها على البنك اثنين الحد من زيادة المنافسة بين المصارف لأنه لو دم يدفعوا فوائد على الودائع الجارية معناته بده تزيد حال التنافس بين المصاريف على زيادة معدلات الفائدة على هذه الودائع لأنه كل بنك بتزيد معدل الفائدة فالناس بدها تروح إيش تسوي؟ بدها تروح تفتح عنده تفتح أو تضع عنده هذه الودائع وهذا يعني بيرفع برضه من زيادة تكلفة إدارة هذه الودائع إذن ما بدفعه عشان ما يصيرش تنافس وممكن هذا التنافس يكون تنافس سلب الحد من ارتفاع الفوائد على القروض لأنه إذا هم بدهم يدفعوا فوائد للودائع الجارية فإيش بدهم يروح يسوي؟ بدهم يروح عشان يعوضوا لأنه بدهم يرتفع التكاليف على البنك بدهم يعوضوا ارتفاع هذا التكاليف على البنك عشان ربحه يزيد معناته بدهم يزيدوا الأرباح أو الفوائد على القروض اللي بيعطوها للعملاء وارتفاع هذا القروض ارتفاع الفوائد اللي بتيجي من القروض راح يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها انخفاض الطلب عليها هذا حيؤثر على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذلك هم ما بيدفعوا فوائد على تلك على الودائع الجارية عشان البنك ما يزود قيمة الفوائد على اللي هو القروض وبالتالي يزيد الطلب على القروض ويؤدي ذلك إلى تأثيرات ايجابية على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية أربع الحد من هجرة الأموال من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة لأنه المصارف اللي بتشغل في المدن الكبيرة فرصة يعني أنشطتها التجارية والاقتصادي أكبر من المصارف اللي في المدن الصغيرة وعليه لو إحنا بدنا نحسبها لو البنوك عفوا بدهم يعطوا فوائد للودائع الجارية معناته البنوك التي تعمل أو المصارف التي تعمل في المدن الكبيرة سوف تكون قادرة أكثر على دفع فوائد من تلك المصارف التي تعمل في المدن الصغيرة وهكذا أو بهذه الطريقة ستصير البصارف في المدن الكبيرة عامل جذب للجمهور وبالتالي واحد بيطلع له لو أن المصارف بتدفع على الودائع الجارية فوائد وعشان اللي هو المصارف اللي في غزة على سبيل المثال حتروح تدفع أكثر من المصارف اللي في دير البلح لماذا؟ لأنه أنشطتها التجارية اللي في غزة ممكن تكون أكثر نحن كمثال ولا هو الموضوع لازم يكون أوسع من هيك جغرافيا في المدن الكبيرة يعني خلنا نقول في القاهرة وفي الفيوم أو في مدينة سهاج القاهرة طبعا فيها أنشطة تجارية أكثر وبالتالي حيكون البنوك اللي في القاهرة عندها قدرة على دفع فوائد على الودائع الجارية أكثر من اللي في سهاج فتع سهاج بدل ما يحط الودائع الجارية تبعته يحطها في بنك سهاج بدل يحطها في بنك القاهرة اللي في القاهرة وهكذا هذا يؤدي إلى هجرة الأموال من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة إذن اعرفنا لماذا لا يتم دفع فوائد على الودائع الجارية هذه استراتيجية المنافسة السعرية نأتي إلى استراتيجية المنافسة غير السعرية تتمثل هذه الاستراتيجية بتقديم خدمات جيدة وبأسعار تنافسية أي أنها لا تقوم على دفع فوائد على الودائع وإنما تستند على مستوى جودة الخدمات المصرفية المقدمة للزبون وإن التباين الموجود بين المصارف في مستوى جودة الخدمات المقدمة للزبون ونوعها وتكاليف تقديمها يزيد من احتمالات نجاح هذه الاستراتيجية وتشير الدراسات التطبيقية لأن الزبون يفضل التعامل مع المصارف ذات الخدمات المصرفية الجيدة طيب هذه الاستراتيجية قائمة على إيش احنا قلنا في استراتيجية المنافسة السعرية هذه قائمة على أنه يتم دفع فوائد على الودائع لكن هذه فشلت أو قل دورها لأنه في الودائع الجارية بندفعش عليها وأغلب الودائع فكرة هي من نوع الودائع الجارية طيب في استراتيجية تانية استراتيجية المنافسة غير السعرية مايش علاقة بالفائدة هايش العلاقة لها علاقة بالخدمات المصرفية بروح البنوك أو المصارف بتقدم خدمات مصرفية للمودعين وهذه الخدمات بتروح بتجذب المودعين بترغبهم في أنه يحط في هذا البنك لأنه خدماته أكثر من البنك التانية أو المصرف التانية طيب هنا نشوف إيش أهم الخدمات اللي ممكن البنك أو المصرف بيعتمد عليها عشان يجذب اللي هو المودعي واحد تحصيل مستحقات المودعين كيف يعني تحصيل مستحقات المودعين المصرف يستطيع تحصيل مستحقات المودعين دون الحاجة إلى استخدام النقود عن طريق إجراء المقاصة بينها وبين المصارف الأخرى التي عليها التزامات تجاه زبون المصرف المعني ونظرا لتباين المصارف في سرعة تحصيل السقوق وفي مقدار ما يتحمله الزبائن من تكاليف تحصيل السقوق ووسائل السداد الأخرى فإن المصرف الذي يتميز بسرعة عملية تحصيل المستحقات للزبائن وتقليل التكاليف التي تحملها الزبائن يكون أكثر من غيره على قدرة على جذب الودع نحن بنعرف أنه بتصير مقاصة بين المصارف مقاصة بين المصارف يعني على سبيل المثال ممكن أنا معاي شك لكن هذا الشك أنا عميل في بنك القاهرة عفوا في بنك فلسطين وهذا الشك يتم تحصيله من بنك الإسلام الفلسطيني فأنا راح بود الشك أنا للبنك تبعي اللي هو بنك فلسطين الشك بقيمة 2000 شكل أو 3000 شكل بتصير المقاصة بيجلسوا البنوك أو منديب البنوك كلهم مع بعض وكل واحد معاه شكات بيبقى طبعاً تاع بنك فلسطين مجمع تعون البنك الإسلام الفلسطيني لحال البنك الإسلام العربي لحال البنك القدس لحال وبروح بحصل هذه المستحقات من البنك الإسلام الفلسطيني بيقول له فضل أعطيني إيش هاي عندي شكات إليك بإسمك أعطيني قيمتهم مادية وهكذا بتبادلوا البنوك وبيجي اللي هو البنك أو المصرف بيعطي المستحقات المالية المستحقات المالية هذه بيعطيها للزبون إذن أصبح البنك لعب دور بدل لزبون في تحصيل المستحقات تبعته اللي أصلاً مفترض هو يروح يحصلها من بنك القاهرة عمّاً أو الإسلام الفلسطيني إذن وفر على لزبون وفر عليه تكلفة وفر عليه جهد وبالتالي لمن يكون الزبائن في بنوك قادرة على تحصيل مستحقاتهم بشكل أسرع وأسل من أي بنوك أخرى فهو بفضل أن يضلوا في هذا البنك إذن هاي البنك قدم له خدمة جذبه تحصيل مستحقات المودعين اتنين سداد المدفوعات نيابة عن لزبون كيف يعني؟ من المصارف أنه بسد قيمة السكوك أو الشكات اللي حررها المودع لصالح الغير وفي سداد بعض المطلوبات المستحقة عليه عندما يتقدم بها الدائنين دون الحاجة لتحريك سكوك كقائمة الهاتف وأقصاط الإيجار وبعض قوائم الشرع إن قيام المصرف بهذه المهمة يجعل الزبون مطمئنا إلى أن المصرف سيقوم بسداد ما عليه من المستحقات في مواعيده مما يوفر عليه الكثير من الوقت والجهد الذي كان عليه أن يبدو له إذا ما لجأ إلى طريق آخر للسداد عشان هيك في أنا عندي مثلا أنا زبون في بنك فلسطين زبون في بنك فلسطين بتلاقي عندي التزامات أو مدفوعات للكهراب والتلفون مدفوعات متعددة البنك بروح بسدها عني هذه المدفوعات بقيمتها وفي موعدها وهذا بوفر علي كتير وبوفر علي جهد ووقت وممكن غرامات تأخير إذا أنا ما انتبهتش لسدادة إلى آخر إن المصارف التي لها استعداد على سداد المطلوبات المستحقة على الزبون بمقتضى القوائم وتسمح للزبون بتحريك سكوك بدون رصيد وتحمل الزبون أقل ما يمكن من مصروفات مقابل هذه الخدمات ممكن يعطيه إيش بيخليه هو يحرس فكوك بدون رصيد وتمتلك القدرة على جذب المدين أكثر مقارنة بغيرها يعني بمعنى إنه المصارف اللي إلها استعداد إنها سدد المطلوبات المستحقة على الزبون بمجرد وزول هذه المطلوبات حتى لو ما كانش رصيده كافي بتسدد له بتخصم منه فهذا بكون إيش بكون خدمة بتقدم له إياها المصارف استحداث أنواع جديدة من الودائع تسعى المصارف باستمرار إذا استحداث أنواع جديدة من الودائع وذلك في حدود تشريعات الدولة التي تعمل فيها فهناك على سبيل المثال شهادات الإيداع التي يمكن تداولها وشهادات الإيداع التي لا يمكن تداولها كيف يعني كيف اللي هو استحداث أنواع جديدة في شهادات إيداع يمكن تداولها وهي شهادات غير شخصية يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع والشراء وعادة ما تكون القيمة الإسمية لتلك الشهادات كبيرة ومعدل فائدتها وتاريخ استحقاقها تحددان بواسطة المصرف شهادات إيداع يمكن تداولها بمعنى أنه البنك بعطيك شهادة إيداع بمعنى أنه أنت مودع عندي عشر تلاف شكل وفي إلك فوائد كذا وكذا وكذا عليه بقدر هذه الشهادة بقدر أبيعها لواحد تاني ويصير المبلغ المودع باسمه والفوائد باسمه يعني هذه قابلة للتداول وهي شهادات غير شخصية وممكن التصرف فيها طيب في شهادات التي لا يمكن تداولها وهي شهادات شخصية في شهادات الإيداع ليمكن تداولها شهادات غير شخصية أما التي لا يمكن تداولها هي شهادات شخصية تصدر بمقتدى اتفاق بين المصرف والزبون يتحدد فيه معدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق ولا يجوز لحامل هذه الشهادة التصرف فيها بالبيع كما لا يمكن له استرداد قيمتها قبل التاريخ المحدد وعادة ما تكون القيمة الإسمية لتلك الشهادة أقل من القيمة الإسمية للشهادات القابلة للتداول القيمة الإسمية للشهادات القابلة للتداول بتكون كبيرة ومعدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق من اللي بحدده؟ بحدده المصرف أما في الشهادات اللي لا يمكن تداولها بتم وفق اتفاق التحديد بالنسبة للتحديد اللي هو المعدل الفائدة وتاريخ الاستحقاق يتم باتفاق ما بين المصرف وما بين الزبون هنا شهادات الإداء التي لا يمكن تداولها ما بنفع لحامل هذه الشهادة انه يتصرف فيها بالبيع ولو يمكن انه يسترد قيمتها قبل يعني يروح مثلا قيمتها على عشر تلاف شكل وبدها بواحد واحد الفين وعشرين ما بنفع يروح يستردها يسترد هذه القيمة على عشر تلاف شكل قبل واحد واحد الفين وعشرين طب مين أكبر القيمة الإسمية اللي هو القابلة للتداول ولا التي لا يمكن تداولها لا القابلة للتداول بتكون أقل من التي لا يمكن تداوله إذن المصارف التي تستحدث أنواع جديدة من الودائع يعني أنها تمتلك القدرة على الابتكار والتطور وهو مؤشر على كفاءة حيوية المصرف هذا حيزيد من إقبال المودعين أربعة سرعة أداء الخدمة سرعة أداء الخدمة بمعنى أنه طبعا اليوم فيه كثير من الخدمات تقدمها البنوك يعني عن طريق الجوال عن طريق الحاسوب عن طريق كثير من الخدمات كل ما زادت الخدمات هذه كل ما كان فيه سرعة في أداء الخدمة وكل ما رغب المودع على أنه يروح لهذا البنك والتكنولوجيا الحديثة طبعا أتاحت خيارات كثير أو أتاحت فرص كثيرة وكبيرة لهذا النوع من الخدمات التيسير على الزبائن التيسير على الزبائن يعني كثير من الشغلات بيعملوها المصارف بيخففوا فيها على الزبائن وبيسروا عليه زي اختيار موقع المصرف دائما بروحوا بيختاروا مواقع سهلة للزبائن بيكثروا من الاتم اللي هو الصرفات بيكثروا منها وبيخلوا فيه منتشر عشان يسهل الوصول إليها كمان يعني في عنده سحب وإداع يستطيع أن يقوم بذاته عن طريق الآلات أيضا ممكن يعطوه بطاقات يروح يشتري فيها غراض اللي هو الإزلايف وغيرها أو الفيزا كارد ويصدروا له شغلات يسروا فيها على زبون كثير من الأشياء التي ترغبوا في التعامل مع هذا المصرف وفي نظام المصارف المنزلية إذن فيه كثير من الخدمات أو من التيسيرات بوفرولوية أيضا فيه خدمات تفضيلية للزبائن يعني ممكن بعض المصارف تعطي أفضلية لزبائنها في العديد من الخدمات زي أعطاهم الأسبقية في الإقراض أو إقراضهم بمعدلات منخفضة يعني بيعطي مثلا بيقوله والله بدي أعطيك بفائدة 4.5% فيما أنه بنك آخر بيقوله 5% أو 6% أو إلى آخر ممكن يروح إذا هو تاجر ممكن يعمل له دعاية لبضاعته بيعلنه عن البضاعة بيقدم له خدمات يعني ممكن تعرض بعض سلع المودعين ممكن بعض المصارف يعني بعض المصارف اليوم بيروح بتتعامل مع شركات شركات أثاث أو شركات أجهزة كهربية وأنا العميل عند البنك أستطيع أنه أشتري إيش ما بدي من هذه الأجهزة أو هذا الأثاث والبنك بيقوم بتزديد الآلي عبر دفعات متفق عليها بينه وبين البنك إذن هذه كلها خدمات يقدمها البنك وهي تؤثر في عملية الجد نجي نشوف العوامل المؤثرة على جد الوداع إن شاء الله سنأخذ هذه العوامل التي تؤثر على جد الوداع في عرض قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة